وفي إطار نشاطه اليومي شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع المبدئي لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محططي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة هاي هاتشستون وأكد مدبولي أنه رغم الظروف الاقتصادية والتحديات العالمية إلا أن الدولة لم تتوقف عن بذل الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لتحقيق استراتيجيتها لتكون مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات